وفي ذلك فليتنافس المتنافسون كان قبل الهجرة النبوية استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للسفر والرحيل إلى قبيلته في اليمن قبيلته كان اسمه الأشعريين والصحاب الجليل هو أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس دعا سيدنا أبو موسى الأشعري قومه إلى الإسلام وعلمهم أمور الدين وآمن به الكثير من قبيلته وبعد فترة علموا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأرادوا الهجرة رجبوا السفينة وكان عددهم بضى وخمسين رجلا وألقتهم السفينة عند النجاشي بالحبشة وعبلوا سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا وأمرنا بالإقامة في الحبشة فأقيموا معنا فأقاموا جميعا في الحبشة حتى أقدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وده كان بعد غزوة خيبر عام سبعة هجريا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتين رضي الله عنهم جميعا وجمعنا بهم يوم القيامة في الفردوس الأعلى اللهم آمين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى العام للحديث في غاية الوضوح لا يوجد أحد أشد صبرا وحلما من الله على الذين ينسبون له الولد زي ليهود النصارى قال تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ويصبر عليهم لعلهم يتوبون والأكثر غرابة من ذلك أن الله يعافيهم في حياتهم وأبدانهم ويرزقهم من فضله ونعمه في الدنيا ويؤخر عقوبتهم في الدنيا إلى الآخرة لمن لم يتوب منهم لو ركزنا في الحديث الشريف هنلاقي أن من أعظم الصفات العليا لله عز وجل الصبر والحلم فما الفرق؟ حضرتك هتلاقي أن صفة الحلم أوسع وأشمل من صفة الصبر فكل حليم لابد أن يكون صبور ولكن بالعكس ليس كل صبور لابد أن يكون حليما سؤال لحضرتك من أقوى في التأثير؟ الأذى ولا الضرر؟ بكل تأكيد الأذى أخف أثرا من الضرر قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى وأخيرا قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ونحن المسلمون نقول كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر